ورحمة الله وبركاته وهلا بكم عبير موسي تعلن يوم 15 مي القادم مسيرة للزحف نحو قصر قرتاج ووقفة احتجاجية قدام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذي اللي أعلنته عبير موسي برمجة كاملة لتحركات احتجاجية برمجة لليمات الجاية والفترة القادمة ستتوج بمسيرة الزحف هكا كما سميتها الزحف نحو قصر قرتاج بشتعبر على موقف حزبها الدستوري الحر مما يحدث من قرارات من مرسيم رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقول لي إنارة رأي العام الوطني وأيضا الدولي إنه ما فماش إجماع أو موافقة أو بوصيندة لما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد على عكس ما يتم الترويج ليه على حد تعبير عبير موسي موسي تقول إنه حزبها برمج وقفة احتجاجية قدام هيئة الانتخابات بتاريخ 16 أفريل الحالي تقول إنه الهيئة السيكتة على ما يصرح به رئيس الجمهورية من إنه ينوي يغير المنظومة الانتخابية وتقول اللي هيدا مخالف للدستور وللمعايير الفضلة لجنة البندقية عبير موسي تقول مع احترازها من دستور أو عن دستور 2014 إلا إنها تدعو إلى احترامه إلى حين يتم تنقيحه ولا تغييره ولا تبديله لكن تقول إنه قيس سعيد وجهت له رسالة يعني سابقة قتله من أنت حتى تغير دستور البلاد في ظل وضع استثنائي بشكل منفرد تقول إنه دستور 2014 هي ما تعترفش به ولكن هي الطبق القانون إذا كان هذاك هو الموجود تمشي به وتحترم التدابير متاعه إلى أن نغيره في فترة طبيعية معنى في وقت عادي في وقت طبيعي مش في فترة استثنائية هذا هو تقول عبير موسي اللي هي تطالب قيس سعيد دادة بش يقدم الانتخابات تاريخ الانتخابات ويمشي ديغيكتومون إلى انتخابات تشريعية مبكرة والإسرع في إنه الفصل الثمانين وألغى الأمر 117 تقول ما نصبروش لديسمبر 2022 بش نعم الانتخابات تشريعية لازم في سا في سا نختصر الأجيال هذين نعم الانتخابات ولازم نلغيه الفصل الثمانين اللي تقل به رئيس الجمهورية في الفترة استثنائية منذ 25 جوليا وينهي الأمر 117 الأمر الرئيسي 117 اللي اصدر في 22 سبتمبر اللي فات واللي يعني أعطى الحق الرئيس الجمهوري أن يحكم بالمراسيم طبعا عابير موسي عنده عدة تصريحات على رئيس الجمهورية تقول أنه مثلا وقت لقدمة شكيات ضد الاستشارة الوطنية في التدليس وإهدار الميل العام تقول الملفات هذه ما زالت في بيرو وكيل الجمهورية اللي يماطل في فتح التحقيقات اللازمة لأنه هالقضايا تحرج رئيس الدولة قيس سعيد تقول زيداب اللي هما قروا أنهم يمهلوا رئيس الجمهورية 72 ساعة وإذا ما تحركش وما تمش حفظ الملف فإنه هذا يأكد أنه القضاء اليوم أصبح قضاء قيس سعيد تقول وإنه يعني عنده برشة تحركات بيجتوع بهم التوينسا بحقيقة الوضع السياسي والاقتصادي في تونس يجي هذي الكل في ظل ما عابير موسي تقول اللي هي ستقاضي سيجما كونسي وشركة امرود كونسولتينج اللي هي متاع سابريل آراء شركة زود شركات هذوما اللي يبرز وتفوق قيس سعيد معناها وفوز سيحق لو كان تصير انتخابات في الفترة هذية تقول أنه مش معقول خاصة أنه فيما حزب اسمه حزب قيس سعيد اللي هو ما عندهش وجود على أرض الواقع آما ولا ينفس عابير موسي وبش يتفوق على عابير موسي وهذاك علش بش تتوجه إلى مقاضات رفعت برشة قضايا في الفترة الأخيرة عابير موسي ولكن خليني انقلكم اللي اليوم فما برشة أراء من رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة الحوار اللي يدوم اتحاد الشغل سيمة تاهري عطا تصريح قال أنه وكأنه لا نية لرئيس الجمهورية قيس سعيد بإجراء حوار حقيقي حوار بمعنى الحوار مش الرئيس هو في مقابلته فأنت لكم هنا حاجة هو أنه عابير موسي كيف طالبت بانتخابات فيسا فيسا أراه الرئيس في لقاءه بالوفد الأوروبي الوفد البرلماني الأوروبي اللي جينا على ثنين تونس أول حاجة قلهم يعني أول حاجة هما قبلوا هو أول واحد ومبعض رئيس الحكومة ومبعض رئيس البرلماني المنحان دونك هو قلهم شو يحب الضبط أول حاجة ما تمسوش برزني من الانتخابي رأوا 25 استفتاء 25 جويلة استفتاء 17 ديسمبر انتخابة تشريعية نأكد لكم زيدا إنه الاستشارة الوطنية هي قاعدة الحوار وهذو ما النقاط اللي ركز عليهم قيس سعيد الحاجة الأخرى هو إنهم بعد كيف يمشيوا بشي فاوض والأخرين ولا بشي حكيوا معهم فبالتالي يعارفين شنو السقف اللي حطوا رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا بالنسبة لدعوة عابير موسي نلقى وزيدا يعني بالنسبة للحوار سيمي التاهري يقول وإنه قيس سعيد يقول انطلق الحوار قالها برشة مرات أول مرة قالها في ذكرى وفيت الحبيب بورقيبة ذكرى 22 في المستير ومن بعد قالها في خطاب في مجلس الأمن القومي ومن بعد قالها أمام الوفد البرلماني الأوروبي بالنسبة لرئيس الجمهورية الحوار اللي هو معاد من مزل يعني تقريبا مزل شهر شهر وشوية وفما لجنة تأليفية لازم يقدمها رئيس الجمهورية ولازم تختم خدمتها وكيفش معناها بش يتمها الاستفتاء هذي دونك الوقت يزرب في ساعة في ساعة وقايس سعيد لازم يعدل من السرعة في اتخاذ القرارات المتاع ويجيري هالوقت هذي اللي اليوم فما برشة متطلبتو فما برشة تحركتو فما برشة إجراءات لازم يقوم بيهم في أجيل معينة خطر هكا القانون يقول إنه قبل شهرين يتم دعوة الناخبي للإستفتاء والإستفتاء هذي بيش تحضروا اللجنة التأليفية دونك ما بقاش وقت بالكل سيمي التهري يقول وإنه اللقاء اللي يجبعهم مع رئيس الجمهورية كان لقاء بروتوكولي تبادلوا فيه الآراء حول الوضع العام في البلاد ويقول إنه قايس سعيد في اللقاء هذي ما قدمش رؤيته للحوار وهو ما زيد كأعضاء مكتب تنفيذي ما قدموش أي مقترحات يقول زيد سيمي التهري إنه إلى حد الآن ما نعرفوش شنو أهدف الحوار إذا كان تذكية إذا كان تذكية الاستشارة الوطنية أم إنه بشي يكون حوار حقيقي يتقدم فيه الجميع بمقترحاته وورقات عمل للنقاش ويعتبر إنه التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية اللي في المسيير وإلا تصريحاته في استقبال الوفد البرلماني الأوروبي تزيد الأمور غموظا وتعقيدا ونفهم وكأنه لا نية لقيس سعيد في حوار حقيقي على حد تعبيره ويأكد إنه الاستشارة نراه لا سبيل إليه إنه تعوذ الحوار ترجمة نانسي قنقر